بالنسبة لتمزق الطحال في جسم الانسان عاوزين نتعرف على اعراض هذه المشكلة الطبية اه واسبابها ومخاطرها وفي النهاية عاوزين نجاوب على سؤال هل من الممكن ان الانسان يعيش بدون طحال حياة طبيعية ده احنا نتعرف على معلومات مهمة جدا بخصوص الطحال في البداية الطحال معروف انه هو عضو في جسم الانسان بيقع جهة اليسار من الجسم في التجويف البطني وبالتحديد بيعتبر اه اعلى المعدة يعني اسفل الحجاب الحاجز اعلى الجزء اللي هو اه فيه انحناء في المعدة جهة اليسار في البطن والطحال ليه اهمية كبيرة في جسم الانسان الحقيقة لانه طبعا ربنا سبحانه وتعالى لم يخلق اه يعني اي قطعة في جسم الانسان او اي عضو الا وله اهمية كبيرة في جسم الانسان علمها الانسان ام جهلها ده لا ينكر حقيقة وعظمة خلق ربنا سبحانه وتعالى واهمية هذه الاجزاء اللي ربنا بيزود اجسامنا بها الطحال الحقيقة ان اه وظفته مهمة في جسم الانسان لانه هو اه بيتم فيه تكسير اه كرات الدم البيضاء والحمراء بعد انتهاء دورتها في الجسم دورة حياتها جزء منها بيتكسر في الطحال اه وجزء بيتكسر اه في الكبد اه كمان الطحال بيعتقد ان ليه وظيفة مناعية في جسم الانسان مسؤول عن المناعة في جسم الانسان وانتاج الاجسام المضادة في جسم الانسان وبيقال ان هو بيعمل اه زي عمل المصفى او اللسفنجة حتى ان هو شكله يعني لما يتم تكبيره تحت المجهر بيظهر على ان في مسامات يعني العلماء او الاطباء بيشبهوا بالمصفى التي تقوم بتنطية الدم من الشوائب المختلفة الموجودة فيها وفي الحقيقة بحث اخرى علمية الى الان بتعتقد ان اه لازال اهمية الطحال او وظيفته الرئيسية في جسم الانسان مجهولة للعلماء يعني في بعض الابحاث بتؤكد ان الى الان يعتبر وظيفة الطحال غامضة في جسم الانسان ولم يتم التعرف اه فعلياً على وظيفته الحقيقية اه احنا بنتكلم على اعراض في البداية تمزق الطحال دي مشكلة صحية ممكن تحصل لبعض الاشخاص وهي ان يحصل لهم انفجار او تمزق في الطحال داخل الجسم والحقيقة احنا ننتقل اه يسرع من الجسم زي ما ذكرنا حسب منطقة اه وجود الطحال ولكن ممكن الم تمزق الطحال ينتشر الى مناطق اخرى في الجسم فممكن الالم يسمع في منطقة الصدر او منطقة الاكتاف اه وطبعاً او وجدوا ان الالم اللي بيصاحب تمزق الطحال بيزداد وخاصة الم الكتف لما يجي الانسان المريض ياخد نفس اه بعمق شهيق فبيحسب الم شديد في الاكتاف جهة طبعاً اه اليسار كمان من اسباب حدوث الم في الكتف اه وهو ناتج من تمزق الطحال اه قالوا ان النزيف لان طبعاً تمزق الطحال هو عضو مليء بالدم في كمية كبيرة جداً من دم الجسم لان يعني البيتم تصفية جزء كبير من الدم في هذا العضو فبالتالي لما بيحصل في اي تهتكات او تمزق بيصاحب ذلك نزيف شديد اه وطبعاً هذا النزيف اه وجدوا انه بيهيج احد الاعصاب الموجودة في منطقة الطحال وهو العصب الحجابي الممتد من اه العنق الى الحجاب الحاجز وهو ما يسبب الالم ايضاً في الكتف عند تمزق الطحال العرض التاني اللي بيظهر على المريضة المصابة تمزق الطحال هو ليونة في البطن بتعتبر ليونة البطن احد اكثر الاعراض شيوعاً وخاصة بصفة عامة للاصابات او الجروح الموجودة داخل تجويف البطن هي مش مقتصرة فقط على الطحال ولكن ممكن تمزق اي عضو في بطن الانسان زي المعدة او الامعاء او الكبد حدوث تهتكات او الحوصالة الصفراء او البنكرياس اه اي تضخم وتمزق في احد هذا الاعضاء بيسبب ليونة في البطن بسبب اه ان العضو خرج من مكانه وتحرك وربما حصل تمزق في غشاء المصاريقة اه اللي هو ببطن تجويف البطن من الداخل وبالتالي اصبحت الاعضاء اه غير مستقرة في مكانها فضلاً عن النزيف داخل تجويف البطن فده بيخل البطن زي البالونة المليئة بالمية اه فيها حالة من الليونة اه في برضو من الاعراض اللي بتظهر على مريضة تمزق التحال اعراض مختلفة اه زي المريض ممكن يعاني من الدوار او الدوخة ممكن يشعر بالارتباك والارتعاش ممكن يصاب برؤية ضبابية ممكن المريض يغم عليه يصاب بالاغماء كمان ممكن اه يصاب بالغسيان والشحوب والحقيقة الشحوب الواجهة واصفرار الواجهة بصورة واضحة جدا اه ده بيعتبر من الاعراض ايضا مع الم البطن ناحية اليسار من اكتر اعراض اشتباها في حدوث تمزق في التحال كمان ممكن هذه الاعراض الدخول في صدمة والقلق والغسيان بتزهر نتيجة خسارة جزء كبير من الدم وحدوث انخفاض في ضغط الدم نتيجة تمزق التحال ننتقل بعد كده الى الاسباب اللي ممكن تعرض الانسان ان هو يصاب تمزق التحال الحقيقة يعني معظم الاسباب اللي بتحدث فيها حالات تمزق التحال بتكون نتيجة حوادث زي حوادث السيارات او حوادث السقوط من مكان مرتفع يعني شخص عمل حدثة حدثة عربية حدثة درجة نارية او الانسان يعني سقط من فوق مكان مرتفع سقط من فوق درج سلم يعني اي صدمة بيتعرض لها الانسان وايضا الصدمة بالنسبة الاشخاص الرياضيين اللي بيمرسوا رياضة ايا كان ويتعرضه لصدمة مفاجئة في منطقة البطن وبالتحديد في منطقة التحال بتؤدي الى تمزق التحال كمان من الاسباب اللي بتخلي التحال يتمزق هو حدوث اثناء الحادث كسر في الاضلاع او كسور الحوض او الجروح او الاصابات بالحابل الشوكي الحوادث بصفة عامة ايضا حوادث الطعن باي اداة حادة زي السكين او اي اداة حادة في منطقة البطن طبعا ايضا ممكن يكون من الاسباب هو خطأ طبي ان الانسان بيقوم كان مريض بيعاني من مرض معين بيقوم بجراحة معينة في منطقة البطن في عضو اخر ولكن من مضعفات العملية الجراحية ان الجراح ممكن ما كانش على دراية كافية واثناء الجراحة او القطع او الكيه داخل البطن حدث اصابة مباشرة او غير مباشرة فيه الطحال ادت الى حدوث تمزق في الطحال او انثقاب فيه وبالتالي حدوث تهتكات شديدة ونزيف في الطحال كمان اه وجدوا الاطباء ان ممكن في حالات ندرة يعني لا يحدث تمزق الطحال نتيجة حادث وانما ممكن يحصل كنتيجة اصابة الانسان بمرض معين زي اه بعض الامراض اللي بتصيب الطحال نفسه اه ايضا يعني احيانا فيه ناس بيجيلها التهاب في الطحال عدوى معينة جرسومة معينة بتهاجم الطحال وبيكون جهاز المناعة خامل في جسم الانسان فبالتالي هذا المكروب ايا كان او هذه الجرسومة بتؤدي الى يعني اتلاف خلايا الطحال وبالتالي حدوث تليف فيه وبالتالي من المضعفات تمزق في الطحال ايضا في بعض انواع العدوى زي عدوى المالاريا في حال اهمال علاج المالاريا في المناطق الفقيرة ممكن من مضعفاتها ان الانسان يصاب بتمزق الطحال ايضا من الاسباب هو اصابة الانسان بالسرطان وانتشار السرطان وانتقاله الى الطحال ايضا في امراض متعلقة بعمليات الايد او امراض القلب والشرايين من مضعفاتها على المدى الطويل حدوث تمزق في الطحال في حال اهمال علاجها بعد كده اخر حاجة بننتقل الى العلاج علاج تمزق الطحال بما ان تمزق الطحال هو يعتبر يعني اثر في الشكل التشريحي للطحال فبالتالي العلاج الامسل غالبا بيكون علاج جراحي تدخل جراحي العلاجات المتابعة في علاج تمزق الطحال اولا التدخل الجراحي هو اكثر العلاجات المتابعة في حال تمزق الطحال وطبعا بسبب ان ممكن الاشخاص المصابين بتمزق الطحال نسبة عالية جدا احتمال كبير جدا ان هما يصابوا بنزيف نزيف دموي فبالتالي بيحتاج لتدخل جراحي عاجل في الجراحة بيقوم الجراح بفتح البطن وبيحاول ان هو يخيط الاجزاء المتهتكة من الطحال وان كان في بعض الاوردة او الشرايين حدث فيها تمزق او قاطع بيقوم الجراح بوصل هذه الشرايين والاوعات الدموية واصلاحها بتقنيات طبعا متطورة قدر الامكان الممكن ايضا من الاجراءات العلاجية المتابعة في حالة تمزق الطحال هو وضع المريض تحت الرقابة طبعا دي في الحالات الاقل حدة لو كان الاصابة في جزء صغير من الطحال يعني باقي معظم الطحال لم يحدث فيه اي تضرر وانما الضرر في جزء طرفي منه جزء بسيط فممكن الاطباء يلجأوا الى المراقبة فجأة انهم يحطوا المريض تحت الملاحظة لفترة معينة وبيقوموا بمرقبة وظائفه الحيوية وظائف الجسم وبالتالي ممكن في هذا الاجراء المريض يحتاج لنقل دم ولكن بيتم مراقبته في حالة كانت الاصابة زي ما ذكرنا بسيطة الاجراء الثالث هو استقصال الطحال يعني استقصال الطحال ده طبعا كان قديما اجراء متابعة بصورة كبيرة جدا اي حد انسان يعمل حدثة يتم حدوث نزيف داخل البطن اوتوماتيك بأمر كان معظم الاطباء او الجراحين استقصال الطحال عشان يريحوا دماغهم ان ما يحصلش مضاعفات او ممكن يكون في اوعادة موى دقيقة داخل الطحال حدث فيها تهتك وبالتالي نزيف غير ملحوظ ممكن يبان بعد كافة بيرياحوا دماغهم وبيقوموا باستقصال الطحال كاملا من البداية في الفترة الحديثة وفي السنوات الحديثة اصبح في بروتوكول متبع ان الاطباء بيحاولوا قدر الامكان تجنب استقصال الطحال بيحاولوا مع تطور التكنولوجيا ووسائل العلاج انهم يحاولوا يصلحوا الضرر على قدر الامكان وبالتالي تجنب استقصال الطحال كمان يعني بعض الجراحين اذا اضطر بيقوم باستقصال جزء معين او جزء بسيط في الطحال وهو الجزء اللي حدث فيه تمزق وبالتالي بيتجنب ازالة الطحال بالكامل طبعا حوالي نسبة 95% من الاطفال المصابين بتمزق الطحال بيتم تجنبهم عملية استقصال الطحال بالكامل يعني هذه العملية لا يحبز القيام بها في الاطفال نسبة حوالي 95% لا يتم لان الطفل بيبقى نسبة ناجاته من مرض تمزق الطحال عالية فبالتالي لا يتم الاجراء في استقصال الطحال وما حوالي نسبة 60% من الاشخاص البناغين بيتم تجنبهم في الفترة الحديثة استقصال الطحال كاملا كمان من الاجراءات العلاجية المتبعة هو ما يعرف بانصمام الطحال انصمام الطحال طبعا الهدف منه هو ايقاف اي نزيف بيحدث داخل الطحال بيتم وضع المريض تحت المراقبة وبيتم ملاحظة المريض متى كانت حالة المريض مستقرة بيتم اصلاح الاجزاء المتهتكة والاوعيات الدموية اللي حدث فيها تمزق داخل الطحال وبالتالي مشكلة انصمام الطحال هو ان يتم التدخل في الوقت المناسب وبالتالي بنأكد على معلومة وهي مهمة جدا اذا المريض او الانسان تعرض لحادث معين يعني نسبة نجاة الانسان وتعافيه من هذا الحادث بتعتمد على سرعة اسعاف المريض في البلدان المتقدمة الاسعاف بيكون يعني لحظة فاورة وممكن اسعاف طائر وممكن تكون عيادات متنقلة يعني مجهزة انما للأسف في البلدان اللي هي مش على قدر كبير من التطور زي حال معظم البلاد العربية لو حدث حادث او حاجة وبسبب الازدحام وصعوبة الطرق فاسعاف المريض بيتم بعد وقت طويل جدا بيكون للأسف المريض فقد نسبة كبيرة من الدم بدأت وظائف جسمه تنهار بدأت الأعضاء يعني يحصل فيها تليف وبدأ يحصل فيها نقصان في الأكسجين ونقصان في وصول الدم وبالتالي بيبدأ المريض على ما يوصل للمستشفى بيقوم الأطباء بيعني استقصال يعني أعضاء كتيرة جدا في الجسم أصبها التلف لم يتمكنوا من إنقاذها أصلا إذا وصل المريض يعني عايشوا فيها الروح ولكن في بعض الحالات بيتم علاج انصمام الطحال كإجراء لعلاج تمزق الطحال ولكن يعتمد على سرعة إسعاف المريض هذه العملية إذا قدرنا نسعاف المريض سريعا خلاص في احتمال إن المريض يحتفظ بطحاله وإن هو يرجع الوضع الطبيعي مرة تانية في حال تمكننا من إسعافه في الوقت المناسب في بعض المضعفات اللي ممكن تصيب المريض إذا أصيب تمزق الطحال بعض المضعفات المحتملة والتعقيدات بتشمل طبعا أشهرها النزيف إذا لم يتم إسعاف المريض وحدث ليه تمزق الطحال فهو عرض إلى حدوث نزيف وطبعا النزيف بيحصل عنه تخسرات دموية تكتلات كتل من الدم المتجلط داخل الجسم فدي طبعا إزالتها بتسبب مشكلة وبتسبب تهيك في الجهاز المناع في جسم الإنسان كمان من المضعفات اللي ممكن تحصل المريض بتمزق الطحال هو موت وتلف الطحال سواء الدائم أو الكامل كمان ممكن بيزيد احتمالية حدوث عدوى للمريض وضعف في الجهاز المناعي فترة التعافي والشفاء من تمزق الطحال بتعتمد على مقدار الضرر اللي حصل فيه الطحال ومقدار الإجراء الطب اللي تم اتخاذه وإصلاح التلف فممكن فترة التعافي تاخد بعض الأسابيع فترة من الأسابيع والأشخاص اللي هم أصيبوا في تمزق الطحال وكانوا بيمرسوا الرياضة طبعا أثناء فترة النقاها بيتجنبوا الأنشطة العنيفة أو الحركات المفاجئة مدة حوالي ثلاث شهور بعد إجراء أي جراحة في الطحال في النهاية نيجي للسؤال اللي طرحناه في البداية هل من الممكن أن المريض أو الإنسان يعيش بدون طحال الحقيقة أن الإجابة نعم ممكن جدا الإنسان يعيش من غير طحال يعني يحصل له حادث لقدر الله ويتم استقصال الطحال وبيعود المريض بعد كده لحياته طبيعية وبيمارس حياته بدون أي مشكلة ولكن لوحظ أن الأشخاص اللي تم استقصال الطحال لهم بالكامل منعتهم بتضعف الجهاز المناعي بيضعف وبالتالي بيكون هذا المريض عرضة للتأثر بأي مرض فبالتالي إذا كان الشخص قام باستقصال الطحال بيقوم غالبا الأطباء بوصف تطعيمات مستمرة لهذا المريض لأن جهازه المناع بيكون فقط ركن رئيسي من أركانه كمان إذا كان المصاب واللي تم إجراء استقصال الطحال لقدر الله طفل صغير لسبب أن حصل ضرر كبير في الطحال ولم يتمكن الأطباء من إنقاذ الطحال فبيتم إعطاء هذا الطفل مضادات حيوية يوميا لتقوية منعته وللقضاء على أي احتمال أن المريض أو هذا الطفل يتعرض لأي عدوى وخاصة طبعا لو في طفل أو أشخاص مصابين بأمراض المناعة الزاتية يعني ممكن يعادوا فترة طويلة على المضادات الحيوية يوميا ممكن يصل الأمر لمدة سنتين وده طبعا بيبقى تحت تشخيص ورقابة مشددة من الجهة الطبية أو من الطبيب في النهاية احنا حابين نوضح بس إذا كان أي شخص أصيب بيتمزق في الطحال في فترة معينة في حياته أو استأسر الطحال بالكامل وفي يوم من الأيام راح للطبيب لأي سبب ما بيعانى من أي مشكلة أخرى أو أي مرض فيفضل إن هو دايما يخلي في باله إن هو يذكر الطبيب إن هو قام بعملية في الطحال أو استأسل الطحال علشان يعطي الطبيب خلفية معرفية وخصوصا إذا كان الطبيب مش هيتعرض مثلا لإجراء أشعة أو هيسأل المريض فالمفروض إن المريض هو اللي يعرف الطبيب إن هو خضع لجراحة سابقة ويحدد له طبيعة هذه الجراحة في النهاية عجبك الفيديو نتمنى الضغط على زر الأعجاب ونتمنى الاشتراك في القناة تفعيل جرس التنبيهات على كل الفيديوهات ونشر الفيديو مع الأصدقاء علشان تعم الفايدة بنتمنى السلامة للجميع ونلتقي بإذن الله على خير في فيديو جديد وموضوع جديد